اشتركوا في القناة اعمالك بشكل جديد اعتقد ان ده في حد ذاته مشروع مختلف عن يمكن كل اللي ممكن تكون قدمته قبل كده تكلمني عن الفكرة نفسها وكلمني عن وجهة نظرك عنها بصي الرهان الاساسي للكاتب مش انه يعمل رواية جديدة في رأيه او كتاب جديد الرهان الاساسي له انه يبقى عنده عمل قديم او عد عليه وقت ويبقى مطلوب تاني او يبقى لسه حاضر وكأنه مكتوب النهاردة صحيح ده الرهان اللي بيخليك تقول لنفسك لا انا فعلا عندي مشروع انا فعلا حتى لو النهاردة بطلت كتابة او حتى لو موت كل الناس بتموت يعني فانا موجود يعني فكرة الاستمرارية دي فمن هنا كانت اهمية المشروع لما طلبت مني طبعا دهر الشروق يعني الدهر الكبيرة انها تعيد نشر اعمالي بشكل جديد باغلفة جديدة بسياق جمال جديد دي كانت بالنسبة لي تأكيد على رهاني انا من بداية الكتابة وخصصا انها كتب قديمة يعني كتب بقى لها فترة صدرة فيه كتب منها بقى لها اكتر من 15 سنة مثلا ايوة فكرة انه الكاتب يكون عنده عمل زي محررتك قلت كده بيعيش يعني احنا لحد النهاردة بنتكلم عن قدباء وبنتكلم عن كتاب سيبو اثر كبير جدا في حياتنا لحد النهاردة اللي بيحب يقرأ واللي عايز يتعلم لازم يكون عدى على رواياتهم ولازم يكون عدى على الكتب اللي عملوها فكرة ان حضرتك يكون عندك كتب بتعملت من 15 سنة والنهاردة بتتعاد طبعها وبتتعاد نشرها مرة تانية ده اندلفة بيدل على قيمتها واندلفة بيدل على نجاحها واندلفة بيدل على الفكرة اللي فيها اللي مناسبة لكل عصر واوان زي ما بنقول كانت ايه المعادلة اللي في الكتب دي كانت ايه الخلطة اللي في الكتب دي كانت ايه السر اللي قدمه طارق امام في الكتب دي يخليه لحد النهاردة بعد 15 سنة ربنا يدي لحضرتك طبعاً طولة العمر وتعيش تمتعنا بكتاباتك أنه كتاباتك بتطلب تاني وتالت وبتتعاد نشرها وبيتعاد تباعتها أنا بشوف أنه جزء كبير من الرهان ده يخص الكاتب بقى كمان نفسه أكيد يعني القارئ عاوز يقرأ الكتب دي تاني فده معناها أن الكتب موجودة بس أنا بصيت على الكتب تاني لأنني ما خدتهاش كده وعدت نشرها بصيت عليها تاني عملت بعض التعديلات بالمناسبة رجعت أشوف تجربتي أنا وأشوف إيه أخطائي وأشوف إيه عيوبي وأشوف إيه الحاجات الكويسة إيه الحاجات اللي كانت مجودة تكتب أحسن أنا من النوع بالمناسبة اللي ما بحبش أبص في كتاب اتنشر لإيه لأنه خلاص اتنشر يعني لما أشوفه بعد الانتنشر خلاص تلع بالزبط وكذلك البرامج يعني أنا ممكن بعد البرنامج النهاردة محبش أشوف نفسه أنا كان ممكن أقول الجملة دي أحسن أنا كان ممكن أتكلم في الموضوع ده أفضل فده كان فيه شيء مرعب برضه أن أنت بتبص على كتابتك دي تاني وبتقول طب ما الجملة دي كانت ممكن تبقى أحسن طب ما هنا كان ممكن يبقى فيه شيء أفضل ما أنا كان ممكن أحرر الجزء ده أحسن فهي بيبقى كمان للكاتب نفسه أن أنت وإنت بتبص على النصوص بتاعتك بتفكر فيها تاني بتفكر في تجربتك بحيث تبقى التجربة جديدة للقارئ اللي هو آه هيقرأ كتبك بس أنت كمان اشتغلت عليها ولو بشكل محدود وللكاتب اللي هو بيبص على تجربته تاني وبيخلق حاجة جديدة ولما جددت جددت إيه اختلفت بقى يعني فيه رواية مثلا هم أربع كتب فيه رواية منهم أنا شلت فصل مثلا كامل ليه قلت لا ده زيادة حسيته مش مؤثر كفاية أو يعني مش فايدك دلوقتي مش فايدك دلوقتي ده لو شلته أفضل فيه نص تاني مثلا ممكن أكون زودته جملة أو جملتين بس هيأكده معنى أنا كنت أحسس أنه غايب في النص فيه نص تالت ممكن في حاجات صياغية لأن برضو الأدب اللغة جزء منه حاجات مهما كانت بسيطة بس برضو ممكن تجودها